تيارات سياسية أقول مع الأسف الشديد بأن هذه التيارات لم تنجح في شيء بقدر نجاحها في تشويه صورة بعضها من خلال الاتهامات المتبادلة والمناكفات اليومية وهذا استهلك الكثير من رصيدها ومن مصداقيتها في الشارع وأنا أقول بأن اليوم على هذه التيارات السياسية مسؤولية تاريخية مسؤولية تاريخية في أول إعادة الاعتبار للعمل الجماعي لأن كثير من هذه التيارات مع الأسف تحول إلى مجاميع أو حملات انتخابية لبعض المرشحين أو بعض الرموز وهي تحتاج مرة أخرى بأن تتحول إلى العمل الجماعي وتركز عليه العمل الجماعي الذي يطرح رؤى وبرامج ويساهم في رفع وعي المجتمع والناس الأمر الثاني كذلك المطلوب هو أن ترتفع التيارات السياسية في هذه المرحلة إلى مستوى التحديات التي تواجه البلد والتي تواجه المجتمع وأن تترفع عن خلافاتها الجزئية والثانوية وأن تحاول أن تبني قاعدة للثقة والعمل المشترك فيما بينها وأن تطرح رؤية وبرنامج مشترك تطرحها على الناس وتحاول أن تشكل في رأي عام ضاقط على السلطة حتى تستجيب السلطة لمتطلبات الإصلاح في هذه المرحلة ولا شك بأن هذا يحتاج إلى درجة عالية من النضج والوعي والإدراك لتحديات هذه المرحلة لنعيشها وأنا أجزم بأن كثير من الأشخاص والنخب السياسية في داخل هذه التيارات عندها هذه الدرجة من الوعي والدرجة من النضج ولكن تحتاج أن تكون أكثر فاعلية سواء داخل تياراتها أو على مستوى المجتمع وأن تتواصل فيما بينها لخلق هذه الأرضية والتداول حول هذا البرنامج المطلوب